عن ابن عمر قال ان عمر حين تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا فتوفي بالمدينة فقال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت ان شئت انكحتك حفصة فقال فانظر في امري فلبست ليالي ثم لقياني فقال قد بد لي ان لا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر الصديق فقلت ان شئت انكحتك حفصة بط عمر فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا فكنت اوجد عليه مني على عثمان فلبث ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتوها اياه فلقيني ابو بكر فقال فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم ارجع اليك شيئا فقلت نعم فقال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم اكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها اخرجه البخاري والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت زففنا امرأة الى رجل من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فان الانصار يعجبهم الله اخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل بي في شوال فاي نسائه كان احضى عنده مني قال وكانت عائشة تستحب ان تدخل نساءها في شوال اخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن عروة ان عائشة اخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على اربعة انحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل ابنته او وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح اخر كان الرجل يقول لامرأته اذا طهرت من طماطها ارسل الى فلان فاستضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستضع منه فاذا تبين حملها اصابها زوجها اذا احب وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح استبداع ونكاح اخر يجتمع الراه ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبونها فاذا حملت ووضعت ومر ليال بعد ان تضع حملها ارسلت اليهم فلم يستطع احد منهم ان يمتنع حتى يجتمع عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من احبت باسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع ان يمتنع الرجل والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع لا تمتنع ممن جاءها وهن الضغاية كن ينصبن على ابوابهن الرايات تكون علما فمن ارادهن دخل عليهم فاذا حملت احدهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم الحق ولدها بالذي يرون فالطاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعت محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم اخرجه البخاري عن القاسم ابن محمد ان امرأة من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهة فارسلت شيخين من الانصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية فقالا لا تخشين فان خنساء بنت خذام انكحها ابوها وهي كارهة فرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي رواية انها كانت ثيبا اخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتبعنا قال اوى عندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة اخرجه مسلم عن ابن عباس قال اريد النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اخرجه البخاري ومسلم عن انس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان اذا قسم بينهم لا ينتهي الى المرأة الاولى الا في تسع فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده اليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده وأقيمت الصلاة فمر ابو بكر على ذلك فسمع اصواتهما فقال اخرج يا رسول الله الى الصلاة وحس في افواههن الطراب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الان يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء ابو بكر فيفعل به ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اتاه ابو بكر فقال لها قولا شديدا وقال اتصنعين هذا اخرجه مسلم عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بصرف فقال ابن عباس هذه ذوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا بها فانه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم لها بلغنا انها صفية وكانت اخرهن موتا اخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد صفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير ان سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري وابو داود عن عبد الله مولى اسماء قال اخرجت الينا اسماء جبة من طيالسة لها لابنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مفوفين به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة فلما توفيت قبطها فنحن نغسلها للمريض اذا اشتكى اخرجه مسلم عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة قال قتاده قلت لانس او كان يطيقه قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين اخرجه البخاري عن انس قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الثيب اقام ثلاثا ثم قسم قال ابو قلابة ولو شئت لقلت انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري ومسلم عن سعد بن ابي وقاسم قال لو لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضع على عثمان بن موعون التبتل لاختصينا اخرجه البخاري ومسلم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة